من كتاب الصراط المستقيم يقول شيخنا المؤلف رحمه الله وروا البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه يعني الإنسان لا يكون من المسلمين لا يكون من المؤمنين حتى يؤمن بالقدر وحتى يعتقد أن الشيء الذي أصابه ما كان إلا ليصيبه بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وأن الشيء الذي أخطأه لم يكن ليصيبه لأن الله شاء الله تعالى أن لا يحصل له هذا فهذا لا يحصل له هذا لا بد أن يكون في قلب الإنسان المؤمن الشخص الذي يعتقد خلاف ذلك فعقيدته خلاف القرآن وخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العالم الله تعالى خلقه كله الله تعالى هو خلق هؤلاء الناس وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق سائر الخلق فهذا العالم كله ملك لله تعالى هو خلقه هو مالكه الله تعالى لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد ليس عليه محكومية لأحد هو الحاكم الذي لا حاكم له وهو الآمر الذي لا آمر له فهو سبحانه وتعالى يتصرف فيما يملك كما يشاء لا يعترض عليه يتصرف فيما يملك كما يشاء لا يعترض عليه ومن اعترض عليه لا يكون مسلما الذي يعترض على الله أو يعترض على الرسول لا يكون مسلما المسلم من شأنه يسلم لله ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني الذي لا يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يسلم لله تعالى لا يكون مسلما لا يكون من المسلمين لا يكون من المؤمنين هؤلاء الذين هم في صورة المسلمين في هيئة الأشخاص المسلمين وأسماؤهم أسماء المسلمين ونسبهم إلى المسلمين لكن عقيدتهم على خلاف هذا ليسوا مسلمين ليسوا مؤمنين وكثير من الناس حالهم كذلك بعض الناس ماذا يقولون في بلادنا يقولون كيف الله خلقنا ثم يبتلين بالمصائب والبلايا هذا يكون إلها والعياذ بالله من الكفر حصل من بعضهم أن قال هذا قال كيف قال ما هذه السخافة هيكون إلها ثم يكون خالقا لنا ثم يكون مبتليا لنا بالنكد والبلاء والمصائب يقولون هذا إله والعياذ بالله من الكفر كيف تجيبون على هذا الله تعالى خلق كل شيء الله تعالى مالك كل شيء الله تعالى لا آمر له ولا ناهي له الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء لا يسأل عما يفعل الله خلقنا وله أن يبتلينا بما شاء وليس لنا أن نعترض عليه من اعترض عليه لا يضره إنما يضر نفسه الله تعالى لا أحد ينفعه ولا أحد يضره الله مستغن عن العالمين أليس كان موجودا في الأزل ولم يكن سواه وكان في الأزل مستغنيا عن كل شيء وما زال بعد أن خلق هذا الخلق ما زال كما كان في الأزل مستغنيا عن كل شيء لأن الله لا يتغير غني عن العالمين فهذا الملحد كافر ليس مسلما هذا لو كان يدعي الإسلام وقال هذه الكلمة لا يكون من المسلمين أي إنسان يرد نصا ولو نصا واحدا آية من القرآن أو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه حديث الرسول ثم رده رفضه اعترض عليه انتقده قال لا أقبله فهذا ليس مسلما لو كان يسمى محمدا لو كان يسمى راتبا لو كان يسمى نابلسيا لو كان يسمى طاها لو كان يسمى سعيدا الاسم لا يغير الحال الشخص الذي يرد نصا من القرآن أو نصا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علمه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون مسلما ورد النصوص ورد النصوص كفر احفظوا هذه الجملة القصيرة قال النسفي في عقيدته ورد النصوص كفر ورد النصوص كفر يعني إذا إنسان رد نص الكتاب القرآن أو رد نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر يعني لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يقر بالقدر كله يعني حتى يعتقد أن كل ما دخل في الوجود هو بتدبير الله الأزلي سواء كان جرما عينا جسما حجما أو عملا سواء كان هذا العمل خيرا أو شرا كل هذا يدخل في الوجود كل هذا يدخل في الوجود فإذا هو مخلوق من خلقه الله كل هذا يدخل في الوجود فإذا هو داخل بتقدير الله كل هذا يدخل في الوجود فإذا هو داخل بعلم الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى لأن هذا العالم كما قلت هو ملك لله هل يعقل أن يجري في ملك الله ما ليس بإرادته غير معقول مستحيل هل يعقل أن يدخل في هذا الكون في هذا العالم ما ليس بتقدير الله لا مستحيل لا يدخل في الكون إلا ما هو بتقدير الله تعالى هل يعقل أن يدخل شيء في هذا العالم ولا يكون بعلم الله مستحيل كل شيء يحصل بعلم الله وبتقدير الله وبتخليق الله وبمشيئة الله وبتقدير الله من رضي بهذا رضي بما جاء في القرآن والحديث رضي بالعقيدة الصحيحة رضي بعقيدة الأنبياء من لم يرض بهذا رفض القرآن والحديث وعقيدة الأنبياء وخالف العقل السليم فهو هالك ليس بمسلم ما رد ذلك إلى الجهل الذين يقعون في هذا بسبب الجهل يقعون في هذا قلنا الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إذا واحد سألك وظاهره أنه ينتسب للإسلام كيف يكون الإنسان العاصي مستحقا للعقاب على فعل معصية حصلت منه بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله ما هو الجواب لهذا الإنسان قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا الإنسان الذي ظاهره أنه يسلم للقرآن يقال له هكذا قال الله تعالى المسلم يسلم لله نحن سلمنا لله لا يسأل عما يفعل ثم انتبه لا يجوز أن تقيس الخالق على المخلوق من قاس الخالق على المخلوق كفر وهلك وضل وهؤلاء هذه مصيبتهم يقيسون الخالق على المخلوق يقولون كيف يعذب العصاة على المعاصي التي حصلت منهم بتقديره وعلمه ومشيئته وتخليقه يقيسون الخالق على المخلوق المخلوق مخلوق ملك لله تعالى مسؤول لله أن يسأله لله أن يبتليه أما الخالق لا أحد له أن يسأل الله سبحانه وتعالى لا أحد له أن يعترض على الله سبحانه وتعالى لا أحد له أن يسأل الله بالمعنى السؤال الذي ذكرته ليس أن يطلب من الله لا أحد له أن يأمر الله سبحانه وتعالى ولا أحد له أن ينهى الله سبحانه وتعالى كما قلت هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له وهو مالك كل شيء ومع ذلك مع كل هذا الذي ذكرت الإنسان له مشيئة وله اختيار لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله وهذا الاختيار تحت مشيئة الله ولا يعلم الغيب إلا الله فالإنسان لا يعلم ما سيكون فيما بعد في المستقبل فهو مأمور أن يعمل بما أمر به ومنهي عن أن يخوض في شيء نهي عنه نهاه الله عنه هو عليه أن يطيع الله عليه أن يبذل وسعه يعمل جهده في طاعة الله تبارك وتعالى فالإنسان يقبل على طاعة الله ولا يكون إلا ما قدر الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا وكل ميسر لما خلق لها